سليمان براهمي من موالد التسعي مارس اثنين وخمسين تسعمائة وألف ببلدية الهاشمية ولاية البويرة قاضي جزائري شغل منصب وزير العدل منذ الواحد وثلاثين مارس إلى غاية اليوم أين تمت إقالته متحصل على شهادة البكالوريا سنة ثلاثة وسبعين تسعمائة وألف حائز على شهادة لسونس في الحقوق سنة سبع وسبعين وهو قاضي منذ سنة ألف وتسعمائة وثمانون شغل سليمان براهمي كل من المناصب التالية وزيرا للعدل حفظا للأختام سنة ألفين وتسعة عشر مستشارا للمحكمة العليا من ألفين واربعة عشر إلى ألفين وتسعة عشر رئيس محكمة الجزائر رئيس محكمة البوليدا رئيس محكمة السطيف والأغواط رئيس محكمة استئناف بومرداس وتيزيوزو رئيسا لمحكمة تيزيوزو المدعي العام لمحكمة تيزيوزو المدعي العام لمحكمة المدية وقاضيا لمحكمة قصر البخاري